اشتركوا في القناة يعني بدأت معنا من الحلقة الرابعة فانصحك انك تبدأ من اول حلقة في هذه الدورة التدريبية لان الافكار متسلسلة ولان المعلومات متتالية ومترتبة مع بعضها البعض علشان تفهم الفكرة بشكل كامل تابعها من البداية خطوة خطوة وان شاء الله تستفيد بشكل كبير جدا طبعا اليوم ان شاء الله راح نتعلم انه كيف نبدأ نكمل مع العضو الجديد بعد ما تعرفنا عليه وبعد ما رسلنا للشروط الدورة التدريبية اليوم باذن الله سوف نتعلم كيف نضيف للدورة التدريبية وكذلك باذن الله الخطوة الثانية سوف نتعلم كيف نقوم بانشاء مجموعة التدريب وكيف نحدد المهام على المدربين الذين اخترناهم في الحلقة الثانية احنا في الحلقة الثانية تكلمنا على مجموعتين بدأنا بهم وانشأناهم هي مجموعة ضبط النظام ومجموعة استقبال ومشاركات جهات الاتصال اليوم ان شاء الله راح اكلمك على كل مجموعة ايش راح تستفيد منها وكيف راح توزع المهام على المدربين خطوة خطوة كذلك سوف اعلمك باذن الله في هذه الحلقة التدريبية على التدريبات الموجودة اللي هي موجودة امامك خمسة تدريبات لمدة خمسة ايام دورة تدريبية خمسة ايام فالتدريبات مجهزة كل اللي عليك انت انك فقط تقوم بنقل هذه التدريبات الى مجموعة التدريب بالترتيب وبانتظام فبسم الله نبدأ في الخطوة العملية ما حب اني اطول معكم اريد اني ابدأ معكم في الخطوات العملية فمثلا خلونا نفرض انا الان نعتبر ان هذا الشخص شخص جديد طبعا هذا الرقمي الثاني نعتبر ان هذا الشخص شخص جديد انا مباشرة ايش عملت اعطيتها رقم قيد وحنا تكلمنا انه كيف تقوم بالتوزيع ارقام القيد فمثلا هذا الشخص الان اعطوا لي مجال في ارقام القيد من بداية الالفين الى الفين وتسعمائة وتسعة وتسعين رقم اذا هذا المجال الخاص فيني فمثلا نفرض ان هذا الشخص الان رقم اربعين اعطيته وصل الى رقم القيد رقم اربعين اذا هذا رقم القيد الخاص به الان انا كيف اتعامل وكيف اضيف هذا العضو الجديد الى الدورات التدريبية وكيف امشي بخطوات منظمة فركز مع الان انت الان تريد انه تحفظ هذا الشخص كجهات اتصال لديك لانه خلاص خلاص هذا الشخص اصبح مضمون انه مؤهل انك تضيفه الى الدورات التدريبية فكيف رح تعمل رح اولا تنسخ رقم القيد الخاص به تم نسخ رقم القيد تمام وكذلك تكون عارف اسمه فمثلا كيف احفظك جهات اتصال بدخل مباشرة على الاعدادات ركز معي هنا بدخل على الاعدادات ثلاثة النقط احفظ اسمه او اضافة جهات اتصال فكيف احفظ اسمه اولا رح اكتب رقم الدورة التدريبية فمثلا احنا اول ما نبدأ بنشر الدورة التدريبية موجود انه كل دورة رها رقم معين فمثلا هذه الدورة التدريبية رقمها 524 طبعا انت رح تعدلها وراح يكون رقم الدورة اول ما تبدأ رقم واحد لانك اول مرة تدرب بهذا التدريب فمثلا على سبيل المثال نعتبر انه رقم الدورة رقم واحد اذا هذه اول مرة ندرب بهذا الطريقة وبهذه الدورات التدريبية فانا كيف احفظ هذا العبو الجديد كجهات اتصال عندي لانه خلاص هذا مضمون وان شاء الله يكون قائد ملهم وباذن الله يكون من المتميزين في الدورة التدريبية فمثلا اولا رح تكتب رقم الدورة في البداية بداية اسمه رح تكتب رقم الدورة فمثلا رقم الدورة رقم واحد اذا كانت رقم الدورة اثنين ثلاثين اكتب رقم الدورة تمام ثانيا اسم الشخص باكر مثلا ثالثا رقم القيد الخاص به ركزني اذا اولا اسم الدورة وتعمل شرطة تمام وبعدين شرطة وبعدين هنا تظل ضغط شوي لنحنا نسخنا رقم القيد وتضغط على بست أو لسك إذن هذا رقم القيد الخاص بهذا العضو وبعدين الشرطة بعد الشرطة تكتب اسم المدرب اسمك أنت اسم القائد فمثلا المدرب باكر دغفل على سبيل المثال وبروح عمل حفظ إذن هكذا تحفظ العضو الجديد كجهات اتصال لديك إذا كان قمت بالإجراءات معه واستقبلت العضو خطوة خطوة وشفت أنه مؤهل وهذا متميز إن شاء الله رح يكون من خلال أسلوبك معه وهو شخص يصالح على المشروع إذن الآن عملنا حفظ لجهات الاتصال بهذا الطريقة أولا رقم الدورة رقم اثنين اسم العضو نفسه رقم ثلاثة رقم القيد الخاص به الذي أعطيتها أنت رقم أربعة اسم المدرب الدال تكتب اسمك أنت الآن إيش نروح نعمل نروح الآن مباشرة إلى مجموعة إرسال جهات الاتصال ما تروح أن تضيف إلى مجموعة جهات الاتصال لا أنت هنا مباشرة راح ترسل سلبك كجهة اتصال فقط علشان يكون خطواتكم مرتبة وعملكم مرتب لحظة بس أشوف وين أنا سويت المجموعة طيب فمثلا شوفوا أنا في الحلقة الثانية تعلمنا أن ننشأ مجموعتين لجنة النظام ولجنة استقبال جهة الاتصال خلاص أنت قمت بحفظ اسم الشخص بهذا الطريقة تروح الآن إلى مجموعة استقبال جهة الاتصال تمام؟ يعني قبل ما تبدأ الدورة التدريبية بيوم أو يومين تحفظ هذا الشخص كجهة اتصال لديك تضغط هنا على هذا الخاص وبعدين تضغط على جهة اتصال وبعدين تروح تكتب هنا في البحث رقم واحد لأنه رقم الدورة رقم واحد إذن رقم الدورة ظهر لنا هذا الشخص الذي قمنا بتسجيله بهذا الطريقة شوف رقم الدورة اسم العض رقم القيد اسم المدرب الدال وتعمل إرسال إذا كان لديك أكثر من شخص أنت بتضغط عليه شوف تحدد معك هنا وبعدين بتحدد الشخص الثاني والثالث والرابع إذا استكتبت خمسة أشخاص إلى ستة أشخاص وتروح ترسلهم بهذا تضغط على زر السهم لو أرجع شوف تضغط هنا وبعدين تعمل إرسال إرسال شوف كيف رح يتشارك كجهة اتصال إذن في هذه المجموعة أكيد بيكون المشرفين هم المدربين هم القادة أي شخص بدأ يستقطب ويكون فريق وبدأ يبنيه فريق وبدأ يتوسع فريقة أكيد أنت رح ترفع مشرف معك في هذه المجموعة طيب الآن متى نبدأ الدورة التدريبية المهم متى نبدأ الدورة التدريبية وكيف نضيف العضو إلى الدورة التدريبية لحد الآن احنا ما ضفنا العضو إلى الدورة التدريبية فقط أرسلنا جهة الاتصال إلى هذه المجموعة على أساس لو حصلت مشاكل لا قدر الله مستقبلا أو هذا العضو عمل فوضى مباشرة نحن إلى وين بنرجع المدربين بنرجع لهذه المجموعة نشوف هذا العضو تبع أي قائد من اللي يدل هذا العضو كذلك إذا كان متميز بنرجع إلى هذا المجموعة نشوف المتميزين ونحددهم فعلا هذا المتميز تبع القائد الفلاني ولديه الرقم القائد الفلاني إذن بهذا الطريق أن تحفظ جهة الاتصال بعدين ترسلهم إرسال مرة كاملة متى تبدأ الدورات التدريبية المدربين إذا وصل عدد جهة الاتصال ثلاثمائة جهة اتصال أو مائتين جهة اتصال تتفقوا أنتم على رقم المدربين فمثلا أنا أرسل خمسة أشخاص يعني خمس جهة اتصال إلى هذه المجموعة أول ما أشوف أنه والمدرب الثاني بيرسل خمس جهة اتصال فبنجي لاحظ أنه لدينا عشرة أشخاص مستعدين للدورة التدريبية أنا متى ببدأ الدورة التدريبية لما أشوف أن العدد اكتمل مائتين عضو ببدأ دورة تدريبية ثلاثمائة عضو ببدأ دورة تدريبية مش مشكلة إذن كل مدرب أكيد بيستقطب عدد معين أكيد كل مدرب بيستقطب عشرة أشخاص خمسة أشخاص وبيرسلهم كجهة اتصال بهذا الطريقة كل مدرب بيرسل بهذا الطريقة أوكي يا شباب إذن من هنا نبدأ الدورة التدريبية طيب الآن كيف نبدأ الدورة التدريبية قبل ما نبدأ الدورة التدريبية خلوني أكلمكم على المهام لجنة النظام فمثلا أنت الآن راح تحدد مهام للمدربين إذن الآن بتشكل لجنتين ركزمي علىهم راح تكون لجنتين اللجنة الأولى هي لجنة المدربين الذي عليهم نقل التدريبات من برنامج التليجرام لأن التدريبات موجودة على برنامج التليجرام تدريبات لمدة خمسة أيام وراح أترك لكم بإذن الله روابط هذه القنوات كامل في وصف هذا الفيديو وفي أول تعليق بإذن الله راح أترك لكم روابط للخمسة التدريبات فاليوم الأول أكيد تعرف بالشركة واليوم الثاني عن الرحلات DXN واليوم الثالث عن نظام DXN التسويقي واليوم الرابع عن المنتجات واليوم الخامس عن الخطة التسويقي وخطوات بعض يعني جزء بسيط جدا من خطوات العمل فمثلا أنت في مجموعة لجنة النظام هذا على القادة الآن أنا أكلم القادة الذي تم اختيارهم كمدربين في الفريق تمام؟ فمثلا أنت كيف تعمل؟ مثلا اليوم الأول تنزل المهام قبل ما تبدأ الدورة التدريبية اليوم الأول الآن راح تكتب هنا في البداية مثلا على سبيل المثال لجنة المدربين يعني اللي عليهم التدريب لجنة المدربين فمثلا اليوم الأول على المدرب إحنا هنا كنا قد كتبنا من قبل أسماء أنت راح تكتب المدربين اللي معك فمثلا اليوم الأول على محمد يعني محمد عليه أن يقوم بنقل هذه التدريبات في اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثاني على المدرب الثاني على سبيل المثال واليوم الثالث شوفنا الآن أمشي معك خطوات عملية علشان تتضح لكم الفكرة الكاملة الله يسعدكم اليوم الثالث على قاسم على سبيل المثال إذن واليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع على صالح اليوم الخامس والأخير اليوم الخامس على المدرب أحمد وبمشي معك الآن خطوات عملية خلاص الآن حددت من هم المدربين والأفضل أنه لو كان العدد من المدربين كبير جداً يكون أفضل كلما كان العدد المدربين أكثر كلما كان أفضل بحيث أنه مثلاً محمد لو حصل له ظرف طارئ أكيد بيكون في بديل بدل محمد يقوم بنشر التدريبات مش خلاص معنات أنت دورات تدريبات تتوقف لا وإذا مدرب حصل له ظرف معين يقوم بإبلاغ لجنة النظام أنا والله في اليوم الفلاني أنتو قلتوا علي التدريب أنا بيكون عندي ظرف معين فما أستطيع أني أحضر فأنت من هنا كمدرب أكيد تبلغ لجنة النظام إنه ما تستطيع أنك تحضر إذن الآن حددنا لجنة المدربي الآن نحدد لجنة التقييم والمتابعة كيف يعني لجنة التقييم والمتابعة اللي عليهم يتابعوا ملخصات الأشخاص الجدد اللي عليهم يقيموا الأشخاص الجدد أثناء إرسال ملخصاتهم فمثلا لجنة المتابعة وبكلمك على خطوات كل لجنة وإيش يعملوا كل لجنة لا تقلق فمثلا لجنة المتابعة رح تختار خمسة أشخاص وأكيد كل قائد هو مسؤول عن متابعة العضو في فريقه أكيد كل قائد مسؤول عن متابعة الأعضاء في فريقه لكن هذه لجنة المتابعة عليها عمل بسيط جدا وخفيف جدا وبلويتها الآن كخطوات عملية فمثلا لجنة المتابعة اليوم الأول اليوم الأول على مثلا محمد بنفس الطريقة تحدد خمسة أشخاص أو إذا كنتوا كلكم خمسة بإمكانك أنكم تتبادلوا الأدوار يعني عادي مش مشكلة أنه يكون المدرب من لجنة المتابعة لا مشكلة عادي مش مشكلة طيب فمثلا اليوم الأول على الشخص الفلاني اليوم الثاني على الشخص الفلاني الآن من هنا تبدأ وتحددوا موعد للدورة التدريبية فمثلا تكلم العضو الجديد إن شاء الله أن الدورة التدريبية ستكون في اليوم الفلاني كذا 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 وتحدد له طبعا ترسل له هذا المنشور أنا تكلمت في محاضرة كيف تتعامل مع العضو الجديد خطوة خطوة كده أنا شرحت هذه النقطة يا شباب هذه آخر منشور هذه ترسلها للعضو الجديد قبل ما تبدأ الدورة التدريبية الدورة يتبقى لها القلورة حضيفة للقروبة الخاص بالدورة والتي تضم أشخاص من جميع أنحاء العالم يعني هذا ترسل للعضو الجديد بعد ما تقوموا بإنشاء مجموعتين اليوم إيش رح نعمل الآن رح ننشئ مجموعتين المجموعة الأولى شوف ركز معي رح ننشئ مجموعتين هذه خاصة بالتدريبات المجموعة الأولى على سبيل المثال تضيف فيها المدربي كمشرفين وتضغط على هذا بعد ما تضيف فيهم أيش تسمي الدورة تسمي المجموعة أقصد الدورة وتعمل قوسين رقم واحد تكتب رقم الدورة هذه الدورة رقم واحد تمام وتسميها صحة وثراء على سبيل المثال صحة وثراء أوكي صحة وثراء وتكتب DXN إذن هكذا اسم المجموعة الأولى هذه مجموعة الدورة التدريبية وتروح تجيب لها صورة طبعا أنا واضع لكم الصور بإذن الله رح أتركها لكم في القناة الثانية قناتي الرسمية طبعا يا شباب كيف تعرفوا قناتي الرسمية تدخل على قناتي هذه الرسمية وتضغط هنا وبعدين تضغط على المزيد ورح تظهر لك رابط أنا أترك لكم رابط قناة الرابط والشروحات أنا رح أترك لكم وصفة القناة أو وصفة المجموعة اللي رح تسويها على الواتساب مع الخلفية هنا رح أرسلها لكم إن شاء الله أوكي فمثلا تروح تعمل خلفية المجموعة هذه الصورة في المعرض رح أترك لكم هذه المعرض وتختار خلاص بعدين تضغط على تم إذن الآن وضعنا الخلفية أوكي بعدين تضغط على صح جاري إن شاء المجموعة في هذه المجموعة تضيف المشرفين المدربين والقادة ترفعهم كمشرفين في هذه المجموعة على أساس أنه كل قائد يقوم بإضافة الأشخاص يعني أعضاء فريقة كل قائد كل مدرب يقوم بإضافة الأعضاء في فريقة ما ترسلوا لهم الرابط ينضموا للمجموعة لا تضيفهم أنت لأنه قد كلمتهم أنه راح أضيفك إلى دورة تدريبية فتقوم بإضافة أنت أكيد المدربين راح يرفعونك كمشرف إذا كنت قائد وما شاء الله بدأ فريقك يتوسع أو ترسلهم لقائدك إذا كان مشرف في هذه المجموعة وقائدك أكيد راح يضيفهم أوكي فأنت من هنا تعمل إضافة لفريقك والآن بكلمكم كيف تعملوا وصف للمجموعة هذا هو الوصف جاهز يعني كل حاجة مجهزة لك ما عليك أنه تبدأ تشتغل تضغط على المنشور ونضغط نسخ ونروح لهنا ونضغطين شوي بست أو لسك ونعمل موافق وتروح تغلق إعدادات المجموعة هذه وذونات المجموعة تغلق هذا الخيار وكذلك تغلق هذا الخيار أما إضافة لأعضاء الآخرين خليه مفتوح أوكي الآن ضبطنا إعدادات المجموعة بحيث أنه ما يرسل فيها أي شخص لأنه مجموعة فقط خاصة بالتدريبات فقط يعني تكلموا من هذه المجموعة خاصة للتدريبات لأنه ذكرنا في الوصف ركزمي في الوصف المجموعة مغلقة فقط لإرسال المحاضرات من قبل فريق التدريب أوكي طرح الأسئلة والاستفسارات ومشاركة ملخصاتكم هذا الآن بنسوي مجموعة ثانية ركزمي علىها بنضغط هنا وننشئ مجموعة ثانية أوكي مجموعة جديدة ونختار أحد المشرفين ونعمل هذا السهل والآن نسميها ركزمي علىها تسمي هذه المجموعة مجموعة هذه الخلفية المتابعة والتقييم أو استقبال المشاركات إذن استقبال المشاركات فمثلا تكتب رقم الدورة على سبيل المثال في البداية رقم الدورة واحد أو تكتب أو خلاص ما يحتاج أنك تكتب رقم الدورة إيش تكتب؟ استقبال المشاركات وجهات استقبال المشاركات والملخصات أوكي وتروح تختار الخلفية هذه هي الخلفية أنا وضعها لكم طبعا هذه التدريبات يا شباب للعلم أنه قام بإعدادها وترتيبها المدر بندرزيكم فهي هذه التدريبات خاصة لفريق سفراء الثراء الشامل لكن بإمكانك الآن أنك تستخدمها وتبدأ تنطلق بقوة بإذن الله أوكي طيب الآن قمنا بإنشاء المجموعة هذه الثانية هذه المجموعة فقط تقوم بفتحها في اليوم المعين في يوم مثلا اليوم الأول أرسلنا بالتدريبات أو بالحقيبة الأولى أو بالمحاضرة الأولى أرسلناها إلى مجموعة الدورة في اليوم الثاني طبعا من متى الأفضل أنك ترسل بالتدريبات الأفضل أنك ترسل بالتدريبات اليوم الأول ترسلها مثلا الساعة العاشرة مساءم بتوقيط مكان مكرم هذا أفضل وقت فمثلا أنت الآن حددت المهم على كل مدرب كل مدرب عليه أنه يقوم بإرسال الجزئية التي عليه فقط وفي هذه المجموعة تقوم بفتح المجموعة في اليوم الثاني الساعة الثامنة مساءم ركز معي ساعة ثامنة مساء وتغلقها الساعة التاسعة والنصف مساء طبعا هذا الوقت تترك مفتوح للأشخاص أو للأعضاء الجدد يقوموا بإرسال ملخصاتهم أنا برويك الآن كنموذج جاهز كنموذج الآن جاهز فمثلا هذه مجموعة وقيمت فيها الدورة التدريبية هذه هي التدريبات تم إرسالها تدريبات ركز معي كل يوم على مدرب كل يوم على مدرب كل يوم على مدرب والجميل في هذه التدريبات أنها عبارة عن كلام نصي طيب مجموعة الملخصات وينها موجودة؟ هذه استقبال المشاركات والمتابعة لو تجي تلاحظ يتم فتحها في اليوم الفلاني فمثلا أنت الآن حددت فريق خاص بالمتابعة واستقبال الملخصات أيش وظيفة الفريق هذا اللي في هذا المجموعة وظيفة القادة اللي في هذا المجموعة أنه مثلا العضو الأول قام بإرسال الملخصة الخاص به فمثلا كيف العضو يرسل الملخصة؟ أولا يكتب اسمه وبعدين رقم القيدة الخاصبة وبعدين يكتب الملخص لا يقل عن 15 سطر فأنت الآن قمت باختيار خمسة مدربين في هذه المجموعة يديروا هذه المجموعة عليهم أن يديروا هذه المجموعة فهؤلاء الخمسة الأشخاص يقوم بإرسال هذا النص ركز معي هذا النص الشخص الأول مثلا أرسل الملخصة الخاص به هذا قام بالسحب على الملخصة الخاصبة فمثلا بنسخة وبنروح على هذه المجموعة بحيث أنه مثلا أعتبرني الآن كعضو جديد قمت بإرسال الملخصة الخاص به في المجموعة الخاصة باستقبال الملخصات فالمشرفين أش عليهم يرسلوا هذا المنشور فقط؟ المشرفين كل اللي عليهم أنهم يرسلوا هذا المنشور حتى هذا المنشور بتركه لكم كذلك في القناة الخاصة بالروابط اللي في التليجرام قناة التليجرام فمثلا هذا العض أرسل الملخص أنت كمدرب مثلا اليوم الأول على المدرب الفلاني يستقبل المشاركات والملخصات ويحفز العضو الجديد شوف كيف عملت سحبت لليمين ركز معي سحبت الملخص الخاص بهذا العضو لليمين أوكي وبعدين برسل هذا المنشور وأعمل إرسال أحسس العضو أني أنا استقبلت إجابته فقل له مرحبا بك أخي العضو الجديد تم استقبال مشاركتك اللي أرسلتها يعني الملخص وفي إطار المراجعة في حال تم استفاء الشروط الخاصة بالمشاركة سيتم تقييمها باسمك ورقم قيدك هنا تكلم أنه فريق ضبط النظام يعني فريق ضبط النظام أيش وظيفة المدربين في هذه المجموعة أو القادة في هذه المجموعة ممنوع العضو الجديد يرسل يعني حاجة أو يتكلم بشيء خارج الملخصات يعني فقط هذه المجموعة لإرسال الملخصات والمشاركات بس ما يرسل أي شيء ترسل الملخصات والمشاركات بس سؤال خارجي ممنوع تسأل قائدك هذه المجموعة بس للملخصات وتعطيهم انذارات الانذار الأول أخي العزيز ممنوع كذا كذا يعني تعطيهم انذارات فمثلا ركز معين الآن برويك كمثال في دورة تدريبية على سبيل المثال في بعض الأشخاص كان يخرج عن الإطار وأكيد هذا الشيء تحصل فأنت هنا تعطيه انذار تقول له ممنوع يا أخي العزيز هذه المجموعة فقط خاصة باستقبال المشاركات الله يسعدك أوكي خلوني أشوف لكم كمثال علشان تتضح لكم الفكرة فماشاء الله أكيد بتكون المشاركات كثيرة جدا طيب هل خلاص أنت هنا تعتمد أنت هنا تعتمد على يعني فريق ضبط النظام والتقييم والمتابعة لا كل قائد أكيد بيتابع فريقه فأكيد من هذه المجموعة بيجي تلاحظ إذا العضو مر عليها في اليوم الرابع من الدورة التدريبية وما قد أرسل ملخصات أو مقصر أو ما بيعطيه ملخصات هذا يتم إزالة من هذه القروب ومن القروب الثاني الخاص بالدورة تقوم بإزالة من القروبين أي عضو يستمر لمدة أربعة أيام بدون إرسال ملخصات هذا تقوم بإزالته في اليوم الرابع إذا لم يلتزم إذن الآن وضحنا لكم فكرة الدورة التدريبية بكل بساطة الآن بعلمك كيف تقوم بنقل الدورة التدريبية من التلجرام إلى الواتساب ليش أنا يعني هذه الدورات أو هذه المحاضرات موجودة على التلجرام وليست موجودة على الواتساب على أساسا تقوم بنقلها فبكل بساطة أولا بتروح علشان يكون عندك الميزات كاملة الخاصة ببرنامج التلجرام بتروح على متجر جوجل بلاي بتحضم البرنامج اسمه التلجرام تلجرام هو نفس التلجرام بس هذا معدل هو ليس الرسمي لكن معدل تستطيع أنك تعمل مشاركات بكل بساطة هذا هو شكل البرنامج بتحمله وتثبت على جهازك وأول ما تسوي الحساب ما بيوصلك الكود إلى يعني عبر رسالة نصية لا بيوصلك رمزة تفعيل إلى البرنامج الرسمي برنامج تلجرام يعني تستطيع أنك تفتح الحساب في اثنين برامج أو في ثلاثة برامج عادي مش مشكلة هذا الجميل في التلجرام ليس مثل الواتساب إذا قمت بنقل الحساب من واتساب إلى واتساب آخر أو من هاتف إلى هاتف آخر جيت لاحظ أنه خلاص يعني بيكون الواتساب في هاتف واحد فقط مستحيل يكون في اثنين هواتف لكن على ما أظن هذه الميزة الجديدة في واتساب أنه مطوروا هذا الشيء لكن في تلجرام عادي لو تعمل حتى في عشر هواتف نفس الحساب نفس الحساب فأنت بتعمل حساب نفس الحساب في تلجرام الرسمي وهنا كذلك على أسس من هنا تقوم بنقل المشاركات بكل بساطة أنا اليوم عنا علي التدريب في اليوم الأول خلاص أنا متى أبدأ إرسال التدريب الساعة العاشرة مساء خلاص عددنا للعضاء أنه راح نبدأ الدورة التدريبية يوم كذا كذا إن شاء الله لأن العدد اكتمل ومن هنا الدورة تستمر لمدة خمسة أيام فكيف راح تعمل الآن راح أعلمك كيف تقوم بتحويل الكلام النصي مع الصور أولا بتروح تضغط هنا ضغطه بعدين تضغط على نسخ وبعدين تدخل على الصورة دخلنا الآن على الصورة بعدين تضغط على الثلاث النقاط وتعمل مشاركة شوف الآن كيف أعلمك تنقل الدورة التدريبية من الواتساب من التلجرام إلى الواتساب بعدين تختار برنامج الواتساب اخترنا برنامج الواتساب تنتظر شوية إنه في محادثات كثيرة جدا فأكيد بيكون معلق عندي شوية بعدين تختار أنت أيش المجموعة الخاصة بالتدريب المجموعة الخاصة بالتدريب أنت عليك يوم واحد بس ترسل التدريبات جاهزة كل شي جاهز ما عليك إلا أنه فقط تقوم بنقل التدريبات من التلجرام للواتساب عاد في صعبة ما عاد في صعبة الأمور أصبحت سهلة فتقوم مثلا هذه هي الدورة تضغط عليها وتضغط على السهم شوف أنا اخترت الدورة لأني أريد أرسل الآن التدريب إلى هذه الدورة في الوقت المحدد وأضغط على علامة السهم بعدين أضل ضغط هنا قبل ما أرسل ركزني وأكيد رح تحصل أخطاء بعدين تضل ضغط شوي رح يظهر لك لسك بحيث أنه يلتصق الكلام هنا تكتب اسمك ركز معي مرحبا بكم في دورة صحة وثاء رقم الدورة الحالية ركزوا يا شباب تبدأ تعدل أنت تبدأ تعدل فمثلا تكتب رقم الدورة الحالية رقم واحد في اليوم الأول يقدمها المدرب تكتب هنا اسمك اسم المدرب اللي عليه أنه يقوم بنقل الدورة التدريبية من التلجرام إلى الواتساب مثلا باكر دافل على سبيل المثال خلاص أوكي فقط هذه تعدل هذه الحاجتين رقم الدورة واسم المدرب هذا في أول منشور وبعدين تضغط على إرسال شوف بكل بساطة أنت الآن قمت بنقل التدريب يعني الصورة مع الكلام النصي كأنه موجود على التلجرام ترجع إلى التلجرام شوف ترجع إلى التلجرام المنشورة اللي بعده المنشورة النصية سهلة جدا حياكم الله جميعا سنبدأ بإنزال الجزئية الأولى تنسخ هذا الكلام شوف النص فقط اللي هو عليه النص فقط منشور النص تضغط ضغطه بعدين نسخ وترجع إلى الواتساب إلى المجموعة أو إلى مجموعة التدريب وتضغط تضل ضغط شوي وتعمل لسك بعدين إرسال شوف نسخ لسك النص الآن الصوتيات أكيد ما تستطيع أنك تعمل لها مشاركة إلا إذا كانت محملة لديك فهذا التسجيل الصوتي الأول وهذا التسجيل الصوتي الثاني أكيد بيوضح للأعضاء الجدد شروط الدورة التدريبية في بداية الأمر للمدرب بندرة زيكم ربنا نحفظه وساده أكيد ما قصر فهذه الدورة كاملة هو الذي قام بتجميعها وبإعدادها وترتيبها أنا فقط كل اللي علي أني قمت بنقلها لكم على أساس تستفيدوا منها وإن شاء الله إن شاء الله تكون في نتائج كبيرة جدا بعدين شوف أنا إيش ضغط أمام التسجيل الصوتي ضغط ضغطه بعدين بضغط على مشاركة أظن هذه الميزة مش موجودة في تليجرام الرسمي موجودة في تليجرام المعدل تلجرام بعدين تضغط على مشاركة تختار الواتساب وتختار القناة وتنتظر شوفي التسجيلات الصوتية مش خلاص يعني رسالة ولا رسالة ولا رسالة تنتظر لين يرتسل معك التسجيل الصوتي طيب خليك معي شوي علشان أوضح لك الآن علمتك كيف ترسل صورة مع وصفي الصورة وعلمتك كيف ترسل نص صاثي وكذلك كيف ترسل مقطع صوتي الآن بعلمك المقطع الصوتي تختار المجموعة هذه مجموعة التدريب بعدين تضغط على إرسال ركز معي تنتظر لين يكمل مش تروح ترسل بل مقطع الصوتي الثاني قبل ما يكمل الإرسال علشان توصل الدورة مرتبة أوكي بهذا الطريقة تكون بإرسال الدورة بكل بساطة وكذلك يعني البي دي اف ألس أوكي تعلمنا كيف الآن طيب الآن مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال نريد نقوم بإرسال بي دي اف كيف ترسل البي دي اف هذا هو مستند نفس الفكرة أولا تنسخ الوصف هذا هو وصف مستند يحتوي على صور تقوم بالضغط عليه وبعدين نسخ تختار نسخ بعدين تضغط هنا أمام المنشور وتضغط على مشاركة نفس التسجيل الصوتي تختار الواتساب بعدين مجموعة التدريب ركز معي إذن هذا في اليوم الأول في اليوم الأول أكيد ما رح تفتح مجموعة الملخصات لأن العضو الجديد أكيد ما قد لخص متى تفتح مجموعة الملخصات في اليوم الثاني كامل أنه يقوم بالتلخيص أهم النقاط اللي يتعلمها في الدورة التدريبية وأكيد من قوانين الدورة التدريبية إذا العضو ما أرسل ملخصات لمدة أربعة أيام يتم إزالته ولم يتم قبول الانضبان في العمل معنا أوكي نختار الآن هذه المجموعة بعدين إرسال وتضغط هنا شف إضافة شرح تضغط عليها وتضغط عليها وتضغط شوي تختار بست اعتذر بست وبعدين إرسال شف المستند مع الوصف المستند تنتظر لين يرتسل أنت الآن كمدرب عليك اليوم الأول بس التدريبات جاهزة ما عليك إلا أنه تقوم فقط بإرسال التدريبات بكل بساطة وقبل ما ترسل أي حاجة أكيد بتكون قد اطلعت عليها لو في خطأ لو في أي شيء بتقوم بتعديله لأنه يترك بعض مثل هذه أنت تكتب اسمك كمدرب أوكي ورقم الدورة أكيد بيختلف من دورة إلى دورة فإذا كنت مبتدأ أكيد بتكون رقم الدورة لديك رقم واحد اللي هو هنا الرقم الموجود هنا في اسم المجموع إذن بهذا الطريقة يا شباب استطعنا أنه نقوم بإرسال الدورات التدريبية وحددنا المهام على المدربين وأكيد أكيد أكيد في نهاية الدورة التدريبية بترسل العضو الجديد أو بترسل أسماء المتميزين في الدورة التدريبية اللي ملخصاتهم إبداعية اللي فعلا يعني مشاركاتهم جميلة جدا هؤلاء بتكتبهم في قائمة كامل بعدين بترسلوا بأسماءهم وما رح تسجل العضو الجديد إلا إذا جرب نقاط إذا جرب أقصد منتجات وحقق نقاط ما رح تسجل العضو الجديد إلا إذا كان عنده إمكانية أكيد بيسجل في الفر مباشرة ويحقد مئة نقطة لأنه أصلا إحنا بنساعده وجهزنا لك كل شيء ورتبنا لك كل شيء أكيد النجاح بيكون مضمون فإذا شفنا أن العضو الجديد ما عندها الرغبة خلاص بننتقل اللي بعده ما بنبحث على أشخاص فعلا يريدنهم غيرهم من واقعهم للأفضل إذا كانت هذه في حضرة اليوم بكل بساطة وبكل شفافية لا تعقد الأمور والله أن الأمور أبسط مما تتخيل لأن العمل بيكون جماعي فأنت عليك كمدرب يوم واحد اليوم الثاني على المدرب الثاني فقط لكن كل قائد أكيد مسؤول عن أعضاء فريقة فمثلا أنت الآن كقائد أضفت خمسة أشخاص تضيف الأعضاء فريقك إلى هذه المجموعة وإلى مجموعة الملخصات مش فقط في هذه المجموعة تضيفهم في المجموعتين فعندما أضفت أنت أعضاء فريقك أنت اللي بتتابع فريقك ما أحد بتتابع فريقك اللجنة اللي بترسل هذه الرسالة فقط حسس العضو الجديد أنه في لجنة متابعة بس ولا كل قائد هو مسؤول عن متابعة فريقة وصلتكم الفكرة فمثلا أنت عندما تجي تلاحظوا أن العضو لمدة أربع أيام ما رسل ملخصات تزيل أنت تقوم بإزالة أنت كقائد طيب كذلك أنت في نهاية الدورة التدريبية ترفع بأسماء المتميزين اللي أرسلوا خمس ملخصات لمدة خمس أيام وين ترسل أسماءهم في هذه المجموعة مجموعة لجنة النظام ترسل بأسماءهم في هذه المجموعة أو في استقبال جهة اتصال ترسل بالمتميزين أوكي إذن هذه الخطوات بكل بساطة أسهل مما تتوقع أنت بتتابع فريقك وكل بساطة في مدربين بيساعدونك في التدريب التدريبات جاهزة ما عليك إلا أنه بس تستقطب يعني الوقت أمامك كبير جدا للاستقطاب المتابعة بتكون خطيفة جدا بتحفز العضو الجديد عندما يرسل لك الملخص أولا بيرسل لك العضو وأكيد الملخص على الخاص وبعدين بيرسل على مجموعة الملخصات هنا أنت بتحفزه وتشجعه تتابع هذه كلها المتابعة بكل بساطة في نهاية الدورة التدريبية إن شاء الله أكيد كل حاجة موجود في التدريبات حتى الوصف وكل شيء التحفيز للعضو الجديد أنه يجرب المنتجات ويحقق نقاط موجود في مجموعة في قنوات التدريبات خمسة أيام بترك لكم إن شاء الله روابطها في وصف الفيديو وفي أول تعليق مثبت في هذا الفيديو بإذن الله أما في الجزئية الخامسة إن شاء الله سوف نتكلم كيف تسجل العضو الجديد وما هي شروط تسجيل العضو الجديد يعني ما بتسجلي إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط التالية اللي إن شاء الله بنتعرف عليها متى في الحلقة الخامسة في الحلقة الخامسة بكلمك كيف تبدأ مع العضو الجديد خطوة بخطوة بعد التسجيل بكلمك إن شاء الله في الحلقة الخامسة كيف أنك تستمر مع العضو الجديد في توضيح خطوات العمل التدريبات جاهزة حتى توضيح خطوات العمل ركزوا معي يا شباب كل حاجة موجود بإذن الله كل شيء موجود بإذن الله سبحانه وتعالى ما بعد العضوية على ما أظن مساملة ما بعد العضوية هذه هي متابعة وكل شيء كل حاجة موجودة التدريبات موجودة لا تقوم بنقلها فقط من التليجرام إلى الواتساب وكل بساطة وقت كبير جدا أمامك أنك تستقطب أراكم بإذن الله في الحلقة الخامسة بكل شغف وطموح وإرادة وحماس وأتمنى إن شاء الله أني أراك سفير ملكي والله أكبر سعادة عندما أشوف أني استطعت بفضل من الله سبحانه وتعالى أني أساعد أكثر من شخص أنه يبدأ يغير من واقعه أنه يبدأ يغير من سلوب تدريبه أنه يبدأ يتطور للأفضل أنه تبدأ النتائج تتحقق لديه بإذن الله ما بحب المئة أطول عليكم ربنا يحفظكم ويسعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة